ومجلس الدولة هو على هذا المنوال إذا رضي عنه يوما عقيل صالح يجري إليه يلهث يعطيه كل ما يريد وإذا غضب عليه خالفه ومخالفته لا تدوم لا تدوم أحيانا أكثر من يوم واحد ولا يتردن في الخروج إلى الإعلام ويتكلمون بأن عندهم موقف ضد البرلمان وكذا هو كله فارغ لا معنى له ولا أساس له وجربنا عدم مصداقيته عشرات المرات ليس مرة واحدة ولا اثنين من حتى العهد القريب من عهد حكومة بشاغة وكذا قالوا ما شركناش فيها وما أيدناهاش وكذا ويتكلمون هذا وكلمني فيه بنفسي رئيس مجلس الدولة في الوقت الذي كان يكلمني في هذا الموضوع وقالوا ليس معنيين بهذا ولا تكلمنا فيه خرج على الهواء عقيل صالح وهو أمامي يتكلم في كلام وأبطل كلامه وكذبه وقال مجلس الدولة جتنا منهم توقعات من خمسين واحد يأهدوا مشروع الحكومة فيش بعد هذا صحيح إنسان لما يعني ما عايش عنده وازع ولا رادع مستعد يقول كل كلام يقول كل شيء وآخر حاجة التعديل الدستوري الذي يسموه رقم 13 وهو تعديل يعني لا يمكن لإنسان في ليبيا أن يقبله لأنه هو تعديل مفصل تفصيل كامل على ملابس حفتر عملوا فيه شروط لكل المناصب قريب حتى البواب اللي بيتولى في مكتب ولا في وزارة وشيف عملوا للشروط يكون مسلم يكون ما عنده جنسية يكون عمره كذا يكون كذا يكون كذا إلا أكبر منصب وهو رئيس الدولة عنده كل الصلاحيات ويحاسب الوزراء ويعزلهم ويشكلهم ويحطوا ويرمي ويزيد وينقص هذا هو فقط تركوه مفتوح أي واحد يتقدم على الرحب والسعة يتقدم شيطان إبليس إيهودي صهيوني مسلم كافر ما فيش أي شرط لأن لما يتقدم أي واحد من هذه الأصناف ما فيش بمقتل قانون أي واحد يقدر يمنع ويقول لا أنت يا سيد كان الناس عندما كانوا يحترمون أنفسهم حتى يقدم لأدنى وظيفة مهما كانت الوظائف لا نحتقل الموظفة لغير لكن أن الوظائف ما يتقدم لها شخص إلا ما يأتي بشهادة براء يسموها بشهادة براء عندها السوابق جينية